فيه تلات لعيبة ممكن يدخلوا فوق السن في الأوليمبيكس ودي خناقة يعني خناقة شغالة دلوقتي هل هنجيب محمد صلاح هل هندخل تريزيجيه هل هنعمل كذا محمد الشناوي هل هنجيب دول على حساب تلاتة من الشباب رأيك ايه؟ هو يعني لو عايزة رأيي بجد لو انت راح تقضي البطولة دي هم التنين اللي يروح مين؟ صلاح والشناوي طريق حامد لأ انا بسألك طريق حامد لأ انتوا لسه يعني ليه رابطين طريق حامد دايماً معايا لا صبعاً اكرم توفيق اللي قدمه ده حرام ان يقعد وحرام ما يلعبش منتخب طريق حامد اسمه من اسم عشرين واحد من قيمة احسن واحد من عشرين لاعب في افريقيا وانا مالي في الاندية يعني انا دلوقتي رايح بطولة حرام ان اللعيبة اللي هي اكتهدت ومعودت نفسيها ان هي ما تلعبش كابتن مصطفى انا اخذ محمد صلاح والشناوي زي ما انتم قلت محمد صلاح ليه او ريدا ما قال محمد صلاح ليه مادام لاميس محمد صلاح اصبح الايقونة بتاعتنا بتاعت العالم احنا بدون تقبل واجهة واجهة والحاجة اللي بتسعيدنا احنا كمصرين في الكرة محمد صلاح الشناوي 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 به هول لك اهو مع عبد الله ده أنا أقول لحضرتك بعد إذا ده محمد صراح ده لما يروح حاجة زي كده هيدي اللعيبة ثقة كلها اللي هي لسه صغيرة هيدينا احنا كمان كجماهير ثقة هنستخبى وراءه بنظلم محمد صبحي اللي هو اللي عمل اللي هو كان أحسن جون احتياتي يا مدام عشان خبرة بس لو انت راح تحقق مركز لو انت عايزة بطولة محمد صبحي ممكن مثلا يتصاب ممكن مستوى عبل ما تيجي البطولة يقل واحد تاني انما احنا عايزين واحد خبرة يعني احنا مفروض ان نقبل البطولة دي بشهر او بشهرين نفكر في اللي رمضان صبحي ممكن يتدايق لهذا الاختيار لا طبعا مش هتدايق ده اي حد يشارف يلعب جاب محمد صلاح لكن انا النقطة مهمة جدا يا مدام الميس هي حتة انا لو مسؤول بمكان شاوي غريب مش هجيب حد مش هجيب حد حلعب بالمجموعة دي وبعدين تعالي كده احنا بنتكلم النهاردة هكمل لك بس هكمل لك رأي يا رضا انت اقول رأيك وانا اقول رأيي مش هتفرض علي يا رأيك لا لا وهنقدر اه طيب يعني حبيب يا رضا تعال يا رضا شوف منتخبات العالم كلها سنها كام يا رضا يا عبد العالم لا يتجاوز 23 سنة كل منتخبات الكبيرة هولندا ألمانيا انجلترا فرنسا لا يتجاوزوا 23 سنة واحنا بنتكلم واحنا بنتكلم على منتخبنا ان هما لسه شباب اه بس في الولمبياد اللي فاتت البرازيل خدت نيمار ايوان نيمار كان لسه صغير واعتقد الأورجوي خدت سوارس سوارس طيب بدون اللعيبة كوار بس المزون بتاعتهم ايوان صلاح زي ما قلت حدك صلاح الايقونة لكن لازم يبقى معنا جول تاني عشان يبقى ريزير في فأنتو الاثنين متفقين صلاح والشناوي بالزبط كبير على حساب مين بقى على حساب لازم على حساب حدي ده يقول شوقي جون التالت جون التالت اه مش فيه وما ثلاث جوان اه مزبوط مزبوط يعني افضل محمد صبحي ايوان طبعا مش هممشي طبعا طبعا صلاح هيد للعيبة دي كلها الثقة واحنا مش لما وصلنا ايامها انا رمزي مش خد محمد ابوتريكا عشان ييد الثقة للعيبة بس واحمد فتحي احمد فتحي اه فالمرة ليه عشان بالزات ابوتريكا لما بيكون كل اللعيبة بتحبه بيد ثقة للعيبة وساعتها صلاح ياخد الشارة شارة الكابتن مش رمضان صبحي صلاح اصلا مش محتاج شارة الكابتن طبعا بس يعني عشان جيب تبقى اخناقة انا عندنا اخناقة اساسا ما ينفعش ان الرمضان صلحي الصغير يبقى كابتن على صلاح لا ينفعش قصائب الاقدمية كمان يعني حتة ان صلاح ييجي بقى كابتن منتخب مصر وفتحي موجود لا ليفر بول يعني مش هيبقى عنده مش قلة في القصة دي برا غيرنا لا في ليفر بول يسمحوا ان صلاح ييجي الاولمبيكس ده لسه كمان سبعة وشارة الدينا هتبقى واقفة وبعدين ده منتخبات كل اللي حيوصل للعالم في الاولمبيات كل بلد لا بس ليه الاولمبيات امتى الاولمبيات بتبقى في سبعة في شارة تمانية او في طيب ما الدوري بيبتدي الانجليزي بيبتدي في اول تمانية لما في الاولمبيات يبقى ما فيش لما في الاولمبيات فيه ما تشت يبقى مش حيبقى فيه لدوري انجليزي ولا اسبعي النهار